كما غيث على الأفياء ماطير صوته يروي قلوبا وخواطير نفعه عما البوادي والحواطير قم بنا وانظر لآيات الجمال الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يبلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فتحدثنا في اللقاء السابق عن حالات الرياح في البحر وتكلمنا أن اليونان والرومان والمصريون كانت تمثل حالات البحر بالنسبة لهم وحركات السفن هي الأسطورة والخرافة وتكلمنا أن مؤخراً وصل علم البحار إلى مرحلة استقر فيها العلم وحددوا جدولاً سموه الجدول الدولي لحالات الرياح في البحر لأن ركوب البحر فيه من المخاطر وفيه من المصالح للناس الكثيرة ولذلك كان محط اهتمام كثير من الباحثين والدارسين ووصلوا إلى ما يسمى بالجدول الدولي للبحار للرياح في البحر وهو يبتدئ من الصفر إلى إلى كم؟ من صفر إلى كم؟ ها؟ من صفر إلى 12 فمرحلة الصفر هي مرحلة الرياح الساكنة من واحد إلى ستة مرحلة النسيم والذي عبر عنها القرآن بأنها الريح الطيبة من السابعة الدرجة السابعة في الشفرة السابعة بفورت والثامنة والتاسعة والعاشرة هذه مرحلة العاصفة وكذلك القرآن سماها مرحلة العاصفة الحادي عشرة والثاني عشرة هي مرحلة ما تسمى بالهرك أو بمرحلة الزوبعة ولكن القرآن الكريم سمها الريح القاصف نعم وتكلمنا كيف أن القرآن الكريم وصف كل مرحلة بوصف يختلف عن الآخر وأن هذا فيه دليل على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لينضم إلى جوار علم الأرصاد الجوية وعلم الطب لينضم علماء البحار فيطاطئون رؤوسهم لعظمة هذا الدين ويعترفوا بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وقد قلنا أن الله تبارك وتعالى فلق البحر لموسى عليه السلام نصفين من رأسه إلى قعره بماذا؟ بالعصى لكنه فلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى قعره بماذا؟ بالعلم وقد ابتدأنا دراسة البحار من سطحه فدرسنا الرياح وكيفية تكونها وارتفاعات الموج واختلاف وأثر الرياح على الحالات البحر المختلفة من السطح وبقي أن نكمل الآن قضية جديدة في علم البحار تأخذ كليات متخصصة ويدرسون فيها سنوات عديدة وتؤلف فيها مجلدات علمية مستقلة وهي الحواجز بين البحار في عام 1873 ميلادية في رحلة شالينجر اكتشف علماء البحار أن هناك اختلافاً بين عينات مختلفة من البحار من حيث درجة الحرارة ودرجة الملوحة ومقادير الكثافة وأنواع الأحياء المائية نحن نتحدث الآن عن البحار الملحة ليست البحار العذبة وجدوا أن البحار الملحة نفسها هناك فوارق بينها وهي بحر واحد قطعة واحدة لا يوجد فيها فاصل بحر مائي واحد لكن وجدوا أن هذه البحار مناطق تختلف عن مناطق من حيث الحرارة والملوحة والكثافة وقابلية ذوبان الأكسجين والأحياء البحرية من منطقة لأخرى الكثافة ثقل الماء ثقل الماء فالكثافة الأقل تعلو والكثافة الأخفض تنزيل بعد عام 1933 ميلادية قامت رحلة علمية أخرى أمريكية في خليج المكسيك ونشرت مئات المحطات البحرية لدراسة خصائص البحار فوجدت أن عدداً كبيراً من هذه المحطات تعطي معلومات موحدة عن خصائص الماء في تلك المنطقة من حيث الملوحة في عام 1942 ميلادية اكتشاف حواجز مائية تفصل بين البحار الملتقية وتحافظ على الخصائص المميزة لكل بحر في عام 1962 ميلادية عرف دور الحواجز البحرية في تهذيب خصائص الكتل العابرة من بحر إلى بحر لمنع طهيان أحد البحرين الحاجز بين مياه البحر الأبيض المتوسط ومحيط الأطلسي وهنا سنلاحظ تلك الفروق قبل هذا وذاك هذه صورة بالأقنار الصناعية لمنطقة اللقاء بين مياه البحر الأبيض المتوسط ومياه المحيط الأطلسي في مضيق جبل طارق أرجو أن تنتبهوا معي وجد في القرآن الكريم آيات تتحدث عن الحواجز بين البحار الآية الأولى في سورة الرحمن يقول الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرجا في اللغة معناها خلطا المرج في لغة العرب تعني الخلط قال الله تعالى بل هم في أمر مريج أي أمر مختلط أو خليط مريج أي أمر مختلط وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا مرج الدين يعني اختلط أمره فسار ما هو حلال حرام وما هو حرام حلال يحصل خلط هذا هذا من علامات الساعة فإذا المرج هو الخلط ربنا جل وعلا يقول بل هم في أمر مريج وهنا يقول مرج البحرين أي خلط البحرين يلتقيان هذه نتيجة طبيعية فعندما يحدث الخلط بين مادتي طبيعي أن يحدث بينهما تمازج ولقاء فإذا التمازج واللقاء نتيجة الخلط أمر مسلم به إلى الآن لكن اسمع لكن اسمع مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ برزخ كيف يحدث خلط وبينهما ماذا؟ برزخ برزخ إما أن يكون البرزخ موجود فهذا معناه لا يوجد خلط وإما أن نقول أن هناك خلط فمعنى ذلك أن البرزخ غير موجود فلا يصلح الجمع بين المتناقضات بهذا المنطق أليس كذلك؟ عندما أقول لك هذه قاعة واحدة ولكن بينهما فاصل ولكن الكل مع بعض لكن الفاصل موجود ما هذا الكلام؟ أدري هذا يمكن الصوت تسمعونني؟ فعندما أقول حدث لقاء ولكن بينهما فاصل ولكنهم التقيا ولكن الفاصل موجود الفاصل موجود وحدث اللقاء هذا كلام متناقض ظاهره التناقض فإما أن يكون لقاء فمعنى ذلك لا يوجد حاجز أو يكون هناك حاجز فمعنى ذلك لا يمكن أن يوجد لقاء لكن هنا ربنا جل وعلا أثبت اللقاء وأثبت الحاجز فمعنى ذلك لا يوجد حاجز فقال ما رجاء خلط البحرين وكلمة بحر وبحار وأبحر إذا أطلقت في لغة العرب فمعناها البحار الملحة ليس العذبة ونلا أقول مالحة إنما أقول ملحة لأنها الأفصح لأن الله يقول هذا ملح أجاج ولم يقول هذا مالحة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين أي الملحين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ماذا قال علماء التفسير قالوا لو قلنا بالمرج فمعنى ذلك أين نذهب بالحاجز وهم لا يريدون أن يقدموا تفسيرا يتناقض مع المعقول لأنهم يحرصوا أن يكون تفسيرهم للنص لا يصادم العقل لأن العقل والعلم في ديننا يتوافقان ولا يتضادان فقالوا إذن المكسود من البحرائين المكسود من البحرائين هو البحر الملح والبحر العذب واضح هو البحر الملح والبحر العذب كيف قلتم بهذا والله ما قيدها الله أطلقها قال مرج البحرين والبحر إذا أطلقت في لغة العرب تدل على الملح ولا تدل على العذب فلماذا أتيتم بأنها بحر ملح وبحر عذب قالوا لأن الله يقول في الفرقان وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فراج وهذا ملح أجاج فقال لهم الآخرون لكن هذا مقيد هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا قيد لكن هنا عامة مطلقة ولماذا تقيدها قالوا نحمل المطلق على على المقيد وعند التفسير يحمل المطلق على ماذا على المقيد فإذن سيكون الآية في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان التي في سورة الرحمن سيكون المقصود منها ماذا أن مرج البحرين أي النهر والبحر البحر العذب الذي هو النهر والبحر الملح الذي هو المعروف فتفاجأوا بمشكلة جديدة ما هي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما منهما اللؤلؤ والمرجان والمرجان لا يخرج إلا من البحار الملحة فوقفنا أمام مشكلة جديدة قالوا كيف نفعل ذلك كيف نحل هذا الإشكال الجديد قالوا إذن ليس معنا حل إلا أننا نؤول معنى مرج نؤول معنى مرج فإن كلمة مرج ليس معناها خلط ليس معنى مرج بمعنى خلط إنما مرج معناها أرسل ففي لسان العرب تقول العرب مرج 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 فعندما يقول الله مرج البحرين قالوا أرسلهما في مجاريهما واضح؟ واضح فإذن هذا أرسله عذباً وهذا أرسله ملحاً وكل واحد مرسل في مجراه لكنهم تفاجأوا أن دلالة أرسله نهاية دلالة أرسله الذي حملت معنا مرج عندما نقول أرسلت الدواب في النبات أي أرسلت فاختلطت بالنبات فعادوا إلى المشكلة من جديد فقالوا هذا برزخ أي حاجز لا يعلمه إلا الله فوضوا لا يعلمه إلا الله فماذا معنى قوله تعالى لا يبغيان لماذا الله قال هنا لا يبغيان ما يحدثش البغي نعم لا يبغيان أول البغي ليس الاختلاط إنما تغيان بحر على بحر حتى قالوا بعض أهل التفسير قالوا إذا جاء بحر يريد أن يبغي على بحر قال له البحر الأول لا بغي أي لا تبغي لا تعتدي وظلت هذه الإشكالية قائمة حتى جاء علم الملاحة البحرية أخيرا وفصل ذلك التفصيل الدقيق عن علم الملاحة البحرية فجاءت أول رحلة كما كنا نتابع إلى خليج المكسيك وهنها وفي عام 1900 هذه صور بالأقمار الصناعية للحواجز بين البحار الملحة كما تشاهدون الآن هذه صور للبرازخ التقطت بالأقمار الصناعية فوجدوا أن هذا البحر قد يختلف عن هذا وهذا المكان يختلف عن هذا والبرازخ ليست برزخ واحد وإنما عدة برازخ عدة حواجز والفرق بين هذا البحر وهذا يختلف في الخمس الخصائص في الحرارة في الملوحة في الكثافة في الأحياء البحرية في قابلية ذوبان الأكسجين فوجد وجدوا أن هناك حواجز من ماء بين البحر الواحد حاجز من ماء هذا الحاجز المائي الذي سمه القرآن برزخ لماذا سمه برزخ لأنه فاصل بين البحر هذا والبحر هذا ولذلك سمى الله تبارك وتعالى سمى الله تبارك وتعالى حياة البرزخ بأنها حياة برزخية لأنها فاصلة بين حياة الدنيا وبين الآخرة فهذا البرزخ عبارة عن دوامة مائية دوامة من ماء بطول البحر الذي تريد أن تصل إليه إما في هذا الاتجاه أو قد تكون في هذا الاتجاه العرضي إما اتجاهات طولية وإما اتجاهات عرضية ما وظيفة هذا البرزخ هذا يمثل الجمارك شوف الجمارك في المطارات يمثل الجمارك فإذا أرادت موجة أن تعمر من هذا البحر من البحر العربي مثلا تريد أن تدخل إلى البحر الأحمر لابد أن تمر من هذا الحاجز المائي فيقلبها فيفقدها خصائص البحر الأول ويكسبها خصائص البحر الثالث فلو كانت درجة حرارة البحر الأحمر ستة وثلاثين وخمسة من عشر درجة ودرجة حرارة البحر الآء العربي ستة وثلاثين فقط فكم ستأخذ عليها هذا الحاجز المائي يتقلب فعندما يتقلب يسحب عليها كم؟ نصف درجة مئوية إذا كانت الملوحة ستة عشر في المئة في البحر الأحمر وهي ستة عشر ونصف الدرجة في البحر العربي فإذن الموجة عندما تقدم بملوحة أقل فيقلبها هذا البرزخ يقلب هذا الموجة المائية ويعطيها زيادة نصف درجة من الملوحة فتعبر وقد أخذت صفات البحر القادمة إليه وتلك تعبر وقد أخذت صفات البحر الذي ستأتي إليه وبهذا تلتقي البحار بينها البين دون أن تؤثر خصائص بحر على خصائص بحر آخر الأعجب من هذا أن الأحياء البحرية في هذا البحر بحر واحد بحر واحد لكن الأسماك لا تستطيع أن تعيش في كل المناطق تعيش فقط في منطقتها البحرية لو دخلت المنطقة الثانية بعد خمسة متر تموت وهو بحر واحد نعم تموت لأن الحرارة هناك مختلفة الملوحة هناك مختلفة الكثافة هناك مختلفة قابلية ذوبان الأكسجين هناك مختلفة لا يوجد إلا نوع واحد من الأسماك والذي يستطيع أن يعيش في كل بحار أو محيطات العالم وهو الذي يسمى السليمون سمك السليمون سليمون هذا نعم سلمون عندكم أنتم تسلموا نحن نقول سلمون سمك السلمون هذا هو الذي يتمكن من أن يعبر المحيطات لأن لديه خاصية كيميائية في جسده يتمكن من تغيير خصائصه وفق البيئات الحديثة الذي يصل إليها وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى هذا الكلام العلمي الدقيق سبق القرآن الكريم وصفه حين قال في كتابه الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وكذلك المرجان لا يوجد إلا في البحار الملحة والحديث إذن عن البحار الملحة فقط واضح يا جماعة هذا؟ واضح؟ فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار وفي أي كلية بحرية درس هذا النبي الأمي ومن أتى له بتفاصيل دقيقة كهذه لم يعرفها الإنسان إلا بعد أن امتلك أحدث وسائل الرصد العلمية ولم يطلع عليها البشرية إلا في القرن العشرين وما تمكنوا من الوصول إليها ورصدها إلا في هذا الزمن المتأخر من أين له هذا كله؟ إن ذلك وحي من الله تبارك وتعالى شاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتقدم علم البحار بدليل علبي جديد من أدلة البعث والنشور ومن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول قائل فأين إذن تفسير قول الله وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً نأتي الآن سنحاول نتجاوز ما تيسر هذه المنطقة يسمونها منطقة المصبات لاحظ هذه صور بالأقمار الصناعية للقاء النهر بالبحر منطقة لقاء النهر بماذا؟ بالبحر فكل منطقة يحدث فيها لقاء النهر بالبحر تسمى هذه المنطقة منطقة المصب منطقة ماذا؟ المصب وهذا تسمية علمية ليست تسمية شرعية منطقة المصب هي منطقة التقاء النهر بالبحر هذه المنطقة يوجد عديد من مصبات الأنهار في العالم الذي تصب في البحر فبماذا تمتاز هذه المناطق التي هي منطقة المصبات هذه المنطقة التي هي منطقة المصب هنا النهر هذا شديد العذوبة شديد العذوبة لأنه نهر وهذا بحر شديد الملوحة لكن هذه المنطقة منطقة خليط ما بين الملوحة وبين العذوبة منطقة مختلطة فيها ملوحة وفيها عذوبة هنا هذه المنطقة الأحياء البحرية التي هي الأسماك لا يمكن أن تعيش في منطقة النهر ولا يمكن أن تعيش في منطقة البحر لماذا لا تعيش في منطقة النار؟ لأن النهر شديد العذوبة وتريد ملوحة ولماذا لا تعيش في منطقة البحر؟ لأن البحر شديد الملوحة إذن هي تعيش في منطقة مختلطة بين الملوحة وبين العذوبة الأحياء البحرية التي في هذه المنطقة ممنوع عليها الخروج لا يمكن أن يسمح لها بالخروج للنهر أو للبحر وإلا فستموت الأحياء البحرية الموجودة في النهر لا تستطيع أن تدخل إلى منطقة المصب ولا تستطيع أن تدخل إلى منطقة البحر لأنها معتدة على ماذا؟ على ماذا؟ على العذوبة منطقة الأحياء البحرية الموجودة في البحر لا تستطيع أن تعيش في منطقة المصب في هذه المنطقة ولا في منطقة النهر لأنها تحتاج إلى ملوحة شديدة هذه المنطقة إذن لو أردنا أن ننظر إليها فإننا يمكن أن نقول أنها منطقة فاصلة أليس كذلك؟ هي منطقة فاصلة بين العذوبة وفاصلة بين ماذا؟ بين الملوحة أليس كذلك؟ وليست منطقة فاصلة فقط لكن لديها ميزة أخرى وهي أنها منطقة ممنوع الخروج منها منطقة ممنوع ماذا؟ ممنوع خروج الأحياء منها وإلا ستموت وهي منطقة ممنوع الدخول إليها منطقة ممنوع الخروج منها وكذلك يمنع ماذا؟ الدخول إليها المنطقة في لغة العرب المكان الذي ممنوع الخروج منه ماذا يسمى؟ أنت في مكان ممنوع تخرج إذن أنت أين؟ أنت في سجن هذا هو السجن فالمنطقة الممنوع الخروج منها تسمى سجن أو أفصح حبس حبس المنطقة الممنوعة الدخول إليها تسمى منطقة محجورة ليس كذلك؟ فيقال هذه منطقة محجورة لا أحد يقترب منها لا تستطيع تدخلها لأنها منطقة محجورة المنطقة الممنوع الخروج منها قلنا حبس ومن معاني الحبس في اللغة الحجر من معاني الحبس في اللغة ماذا؟ الحجر الله يقول هل في ذلك قسم لذي حجر ما معنى حجر؟ لذي حبس لماذا سمى العقل حبس؟ لأنه يحبس صاحبه ويحجره من أن يتصرف فيما لا يليق واضح هذا؟ فانظروا الوصف القرآني لآخر غير وصف البحار الذي ذكرناه في سورة الرحمن غير وصف البحار هنا سيصف وصفاً آخر فيضيف قيود جديدة للموصوفات الذي يصفها فيقول الله وهو الذي مرج البحرين هذا أي النهر هذا عذب فرات أي شديد العذوبة وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا أي حاجز وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا حجراً ممنوع الخروج ومحجور ممنوع الدخول إليه واضح هذا يا إخوة؟ واضح هذا؟ فإذاً في سورة الفرقان وصف لمناطق المصب وفي سورة الرحمن وصف للحواجز بين البحار الملحة واضح هذا؟ يقول الله تعالى وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ أي شديد العذوبة وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا أي حاجز وحجراً ما معنى حجراً؟ حجر ممنوع الخروج وجعل بينهما حجراً أي منطقة ممنوع الخروج منها وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً حجر ممنوع الخروج ومحجور ممنوع الدخول فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار العلمية الدقيقة قبل ألف وأربعمائة عام وفي أي كلية بحرية درس النبي الأمي حتى أتى بهذا الأوصاف الدقيقة لعلم البحار الذي ما تمكن الإنسان من رصدها إلا بعد مليارات الدولارات وجيوش من العلماء والباحثين حتى توصلوا إلى هذه الحقائق العلمية التي نشاهدها اليوم كل ذلك يشهد أن محمداً هو رسول من عند الله وأن الله أيده بالمعجزات وأيده بالبينات واضح يا إخوة هذا؟ مفهوم؟ الآن سأترك مجالاً للاستفسار أو الاستفهام أو الاستنكار تفضل هناك سابق في مصد وطاله اسمه سميمي هناك ماذا؟ سمت أيوة يعني تولد في مهيرة وهي شريط الغذوبة ثم أيش في بحر شريط مروحة زي السلمون تشبه السلمون هل هي من فصيلتها؟ لا لا هو تبين في اسم الثعبان هي تشبه الثعبان؟ نعم تشبه الثعبان؟ نعم عادة الأسماك الأفاعي الأفاعي وكذلك ما يكون على هيئتها هي الوحيدة التي تستطيع اختراق البحار والمحيطات لذلك أنا سألتك هل هي تشبه الثعبان؟ لأن هناك الأفاعي وبعض الأسماك التي تشبه الأفاعي في شكلها تذهب وتخترق بحار العالم لتذهب تتزاوج في مثلث برمودا في مثلث برمودا وهي الوحيدة لقادرة على مثل هذا لكن هل هي تؤكل هذا الذي تشبه الأفعى؟ نحن لن نؤمن لك حتى تطعمنا بنا ما شاء الله نعم نعم ما شاء الله على أي حال الوصف الموجود هنا لا يعني إقصاء بكل ما يمكن لا يخرج السمك ربما يخرج لكن ليس بيئة مناسبة للعيش ليس بيئة مناسبة للعيش باستثناء الأفاعي والسلم وهذه التي تكون قريبة إلى فصيلتها فهذه هل هي هل لها خواص وخصائص يمكنها أن تتأقلم مع بيئات مختلفة؟ يوجد وارد هذا كما أن هناك أسماك تستطيع أن تعيش في الأعماق في أعماق البحار الملحة على عمق 14 كيلو لا تستطيع أن تعيش في البحار السطحية وهو بحر واحد بس هناك بحر سطحي وبحر عميق وهناك بحار أسماك تستطيع أن تعيش في البحار السطحية لكنها لا تتمكن أن تعيش في البحار العميقة نعم بارك الله فيكم هذه منطقة مصبات مختلفة البقية هو خلاصات أنا قد عرضتها عليكم إذن تكلمنا في البحر عن الرياح وكيف وصفها القرآن ثم تكلمنا عن علاقة البحار بعضها ببعض ثم علاقة البحار بالأنهار الآن سننزل قليلا إن شاء الله إلى ما بعد منطقة السطح لا إله إلا الله محمد الرسول أنا كنت قلت من يريد سؤالة والضل شكرا هناك اسم سمك اسمه موتي الذي تشفه روضي جون اسم موتي هذا سمك يعيش في النمر وكذلك يستطيع أن يعيش في البحار أنت وأبوك لن نقبل أسئلتكم لا شكرا شكرا هل هو يشبه الأفعى؟ زي أي سمك؟ نعم هذا استثناء أنا أقول لكم في شيء اسمها يعني من منهج القرآن أن يذكر الأغلب أن يذكر العموم لا يأتي نقطة واحدة ويجري عليها نقض للقاعدة هذا معروف حتى في الشريعة يقال أن النادر لا حكم له النادر لا حكم له إذا وجد بعض الفصائل النادرة البعض الفصائل النادرة فهذا لا حكم لها هناك من الإنسان من بني الإنسان من يفعل أشياء كالحيوان فهل يعني ذلك أن الحيوان والإنسان شيء واحد؟ لا هذه صفات نادرة موجودة لكن أيضا هناك من الطيور الأصل هو طير لكن عنده قدرة أن يعيش في بيئة مدجة وهناك لديه أحيانا بعض الحيوانات تعيش أغلب وقتها في البر لكن لها قدرة أن تعيش فترة طويلة في الماء مثل الأفاعي الأفاعي مثلا تستطيع أن تعيش هي الأصل في الأفاعي هل الماء مكانها أو البر؟ البر لكن هل تستطيع أن تعيش فترة بين الماء؟ تستطيع أن تنزل وتبقى فترة في الماء دون أن تحتاج إلى بعض لكن هل هذا لو سئلت عن الثعبان الذي يستطيع أن يعيش هنا وهنا هل تقول الثعبان من البريات أو تقول هو من الحيوانات الذي يعيش في البحر؟ لا تقول أنه لكن هذه الحالات النادرة والسلوكات النادرة هي قطعا تعتبر لا حكم لها في السياق العام والقرآن الكريم عندما يتحدث عن شيء يتحدث جريا على الأغلب وعلى الأصل وما حدث من استثناءات في هذا فهذا لا تؤثر في بقاء الظاهرة الكونية كما هي والله تعالى أعلم بسم الله إذن في شأن البحار تحدثنا عن الرياح البحرية وتحدثنا عن الحواجز بين البحر والبحر وتحدثنا عن الحواجز بين البحر والنهر الذي تسمى منطقة ماذا؟ منطقة المصب نعم الآن في عام 1300 ميلادية استخدموا استخدم صيادو اللؤلؤ أول نظارات واقية مصنوعة من صدف السلاحف وفي عام 1806 ميلادية تم اكتشاف أحياء في قاع البحر المتوسط باستخدام حبل حديدي في عام 1856 ميلادية تم ابتكار مجموعة غطس مستقلة بواسطة كل من روكايرول ودينايريوز وفي عام 1893 ميلادية تمكن بوتان من التقاط صورة تحت الماء في عام 1920 ميلادية تم استخدام طريقة الصبر بالصدى أو الموجات الصوتية لمعرفة الأعماق على أي حال هذا تسلسل زمني أريدكم أن تدركوا أن موضوع أعماق البحار وما يصل الغواصون فيه في البحار إلى أعماقه ألا تروا نحياناً الغواص وهو يصل إلى عمق البحر وإلى الشعب المرجانية هذا في البحر السطحي وليس في البحار العميقة إنما في البحار ماذا؟ السطحية لكن البحار العميقة فإن أكبر وأعظم قدرة للغواص يستطيع أن يستمر إلى عمق سبعين متراً فقط أعظم الغواصين يتمكنوا عند غوصهم فلا يستطيع أن يتحمل أكثر من سبعين متر تحت سطح البحر المغامرون منهم قد يتمكنوا من وصول إلى مئة وعشرين إلى مئة وعشرين متر تحت سطح البحر لماذا؟ لأن عامل الضغط الذي يحدث له بفعل الكتل المائية عليه كفيلة بأن تسحق الجسم سحق لأنها بعامل الضغط ضغط شديد عليه ولذلك الأحياء البحرية التي تعيش في أعماق البحار العميقة زودها الله بضغط داخلي يكافئ الضغط الخارجي الضغط الموجود عندها من الداخل يساوي الضغط ماذا؟ الضغط الخارجي ولذلك تتمكن من العيش في الأعماق لو أخرجت سمكة من البحار العميقة إلى الهواء الطلق فإنها تنفجر كأنها قبلة تتشضى هذه السمكة تنفجر لماذا؟ لأن الضغط الداخلي شديد فعندما ترتفع إلى الأعلى يحدث لها تمزق لجسمها لأن الضغط الخارجي ما عاد مكافئاً للضغط الداخلي كما نلاحظ الاستجابة بطيئة في الله نعم هذا طريقة اكتشاف الأعماق وهذا كما تشاهدون هنا وعبارة عن وصول إلى البحار السطحية هذه الصورة لغواصة أعماق ألف والتي تستطيع النزول إلى سبع ألف متر كما تشاهدون ولا يوجد مثلها في العالم إلا ست غواصات حتى عام 2006 ميلادية هذه الغواصة ولكني أسألكم سؤال لماذا نقول لكم كان الأولون وبدأوا بكذا ووصلوا إلى كذا ولا توجد هذه الغواصات في العالم من هذه إلا بهذا الشكل لماذا؟ ما قيمة حديثنا هذا؟ ماذا تستفيدون من؟ تاريخ العلوم لأن من أهم الحديث عن الإعجاز العلمي أن تتحدث عن تاريخ هذا العلم وعن الوسائل التي كانت مستخدمة حتى وصل العلم إلى ما هو عليه لماذا نتحدث عن تاريخ العلوم أيها الأحبة؟ ما قيمة حديثنا عن تاريخ العلوم؟ ما الذي يزيده في القضية العلمية؟ الوصول إلى الاستقرار العلمي الوصول إلى الاستقرار العلمي أين وصل؟ من أين ابتدأ وأين وصل؟ ولكن ماذا أيضا؟ لا بأس والهدف لكن في شيء آخر نريد أن نحققه ونقرره في هذا ما هو أحسنت حتى لا يأتي من يدعي أن هذه المعلومات التي تذكر قد سبقات وأن هناك من جاء بها أو أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استفاد هذه المعلومات من غيره فعندما نقول أن هذه الغواصة لا يوجد منها في العالم إلى 2006 إلا ستة غواصات معنى ذلك أن العلم في هذا القضية لم يكن قبل ذلك موجود نعم هذه غواصة ألفين كما تشاهدون وهذه إمكانية التصوير بها الآن سنتحدث عن كان بداية اكتشاف الموج الداخلي عن طريق البحارة الإسكندنافيون كيف اكتشفوا وجود موج داخلي وجدوا أن هناك أمواج هي أعتى وأقوى وأكبر من الأمواج التي نحن نشاهدها على سطح البحر حتى في حالة الزوبعة أو ما تسمى في حالة الهيريكن أو مرحلة القاصف من الريح هناك أمواج أقوى منها لكن هذه الأمواج تسمى أمواج داخلية تحت أعماق تحت البحر تحت الطبق الأولى من البحر قد تصل إلى ما بعد المائتين المتر بعد خمسمائة بعد ستمائة وأن طول هذا الموجة يصل ارتفاعها إلى مائة متر وأن عرضها قد تصل إلى مائة كيلو متر وكان الإسكندنافيون يفسرون تفسيرات عندما تقوم البحار بلفظ الأحياء الميتة في أعماق البحر فتأخذه الموج الداخلي أحياناً يرتفع حتى يضرب السطحي أحياناً الموجة الداخلي هذا يرتفع لأنه أقوى فقد يضرب الموجة داء السطحي ويخرج معه بعض الطحالب والأحياء البحرية وكانوا يفسرونها بتفسيرات مختلفة إذا شافوا الأحياء البحرية لا يعرفون من أين جاءت هذه الأوساخ ولا يعرفون من أن جاءت هذه القاذورات فيستغربوا وأحياناً يشوفوا أشياء وألوان فيستغربوا من أين جاءت فيفسرها كما عند الإغريق أن البحر يحيظ كانوا يفسرون ذلك بهذه التسبيات وهذا دليل على الخرافة والأساطير التي كانت مسيطرة عليهم يوم ذاك حتى تم اكتشاف الأمواج الداخلية فلما اكتشفوا الموجة الداخلي وعرفوا طوله وعرفوا عرضه وجدوا أن تحت الأمواج الداخلية توجد الظلمة الشديدة التي تكون الرؤية فيها منعدمة تماماً ذلك أن الأشعة الشمس أشعة الشمس يحدث فيها أن السحاب إذا مرت على أشعة الشمس فإنها تحجب الأشعة فإذا حجبت الأشعة فإنها تقوم بتشتيت بعضها وعكس بعضها والسماح لما بقي منها بالنزول فإذا نزلت أشعة الشمس إلى الموج السطحي فإن الموج السطحي يحدث أيضاً انكسارات لما تبقى من الأشعة النازلة من الشمس ولا يسمح إلا بمرور القليل فإذا نزلت الأشعة إلى الموج الداخلي فإن الموج الداخلي يحدث انكسار لما بقي من الأشعة القادمة من الشمس فيكون تحت الموج الداخلي منطقة ظلام دامس واضح يا جماعة؟ منطقة ظلام دامس لماذا؟ لوجود حواجز حالة بين أشعة الشمس وبين من يكون في هذه المنطقة الحاجز الأول من تحت إلى أعلى الحاجز الأول الموج الداخلي وهو كبير الحاجز الثاني الموج السطحي الحاجز الثالث ما هو؟ السحاب السحاب ربنا جل وعلا يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وأربعمائة عام فيقول الله تعالى واصفا الكافر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هذا مثل للأعرابي الذي يعيش في الصحراء لم يركب البحر ولم يشاهده فأعطاه الله مثلا يعيشه ويفهم معناه فالعرب كانت تمشي في الصحراء وترى السراب تعرفوا ما هو السراب؟ السراب هو تظن أنه يوجد ماء ولا يوجد ماء فيها هذا يسمى السراب بسبب عكاس الأشيحة وعادتها فتظهر لك كأنما هناك موجات عكاسية تحدث ضوءا كما لو كنت ترى بحيرة أبانك فالله سبحانه وتعالى قدم مثلا لأعمال الكفار وشبهها لأولئك الذي نزل عليهم القرآن والذي عرفوا السراب فأتى لهم بمثل يتناسب مع قدراتهم ويتناسب مع معلوماتهم ومع ما يشاهدون فقال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو للمغايرة أو للمغايرة وأما أنتم أيها البحاثون وأيها البحارون ويا من تمتلكون القدرات العلمية على معرفة ما هو أسباب عدم الضوء فتفضلوا مثلا يتناسب مع ثقافتكم ومع عصلكم أو كظلمات في بحر لجي ما معنى لجي يا جماعة؟ العميق اللجي هو العميق لماذا حدد ربنا البحر اللجي؟ حتى لا يتصور الناس أن البحر السطحي يمكن أن يوجد فيه موج داخلي وإنما الأمواج الداخلية لا توجد إلا في البحار العميقة فقال أوك ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور واضح هذا يا إخوة فمن أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بوجود الأمواج الداخلية وفي أي كلية بحار درس هذا النبي الأمي ولم تمتلك العالم إلا ست غواصات حتى وصلت إلى 2006 ومن أين له هذه الدراسات التفصيلية لحالات أشعة الشمس وانكساراتها المتوالية كل ذلك يشهد أن محمدا هو رسول من عند الله وأن الله أيده بالبينات والمعجزات في القرن العشرين لتكون شاهدة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ لكن جاء آخرون يتحدون الشريعة من جديد ويقولون أنتم أيها المسلمون بسطاء ضعفاء ما عندكم؟ قالوا مساكين يضحك على عقولكم بسرعة كيف؟ قالوا إن سبب الظلام الدامس في أعماق البحار ليس هو الموج الداخلي والموج السطحي والسحاب أنتم معي؟ ليس هذا هو السبب فما السبب إذن؟ قالوا لدينا بحث آخر جديد ومعلومات حديثة تقول أن هناك سبب آخر لتكون الظلام الدامس في أعماق البحار والمحيطات فما عندكم؟ قالوا سبب الظلام في أعماق البحار والمحيطات هو أن أشعة الشمس أشعة الشمس مكونة من ألوان الطيف السبعة ما هي ألوان الطيف؟ الأحمر البرتقالي الأصفر الأخضر النيلي البنفسجي الأزرق ليس كذلك أشعة الشمس مكونة من ألوان الطيف السبعة وعندما تنزل هذه الأشعة ألوان الطيف إلى الماء فإن الماء تفكك هذه الألوان لأن الألوان السبعة لو وضعت أنت لون كنا ندرسها حتى في وقت مبكر عندما تعطي الألوان السبعة ثم تحركها بسرعة تخلطها تخلط الألوان بسرعة تعطي أي لون؟ الأبيض واضح هذا؟ تعطي اللون الأبيض لكن لو وضعت هذه الألوان نرى الشمس بيضاء لأنها مختلطة من ألوان الطيف السبعة فإذا جاءت في الماء تفككت هذه الألوان فتتمكن أنت من رؤية الألوان السبعة ولذلك انظروا إلى قوس المطر هذا الذي نشاهده ما سببه؟ يكون البخار مشبع بالماء الجو مشبع ببخار الماء جو السماء مشبع ببخار الماء فيه رطوبة فيه ماء فعندما تنزل الأشعة على الماء فالماء تفكك ألوان الأشعة فتعطي كل لون يظهر كل لون على حدة واضح هذا؟ قالوا هذا الذي يحدث بالضبط داخل البحر كيف؟ قالوا عندما تنزل أشعة الشمس على سطح البحر فإن لكل لون من ألوان الطيف السبعة طول موجي له ماذا؟ طول موجي فأكثر الألوان طولا موجيا في الهواء الطلق هو اللون الأحمر ما معنى الطول الموجي؟ ما هو الطول الموجي؟ عندما نقول طول موجي ماذا نقصد؟ أي أنك تراه من بعيد لديه موجة طويلة تصل إليك واضح؟ لذلك في المطارات في فنارات السفن في السيارات عندما يريد أن ينبهك يعطيه اختاروا اللون ماذا؟ اللون الأحمر لأن اللون الأحمر يرى في الهواء الطلق من بعد فلو عندك عدة ألوان وذهبوا بها جميعا عنك ذهبت ستكون آخر لون تتمكن رؤيته ويصمد معك هو اللون الأحمر إذا ابتعد عنك إذا ابتعدت كل الألوان عنك فإنك لن ترها لكن آخر تقل عليك بالتدريج آخر الألوان يضيع منك هو اللون ماذا؟ لماذا اللون الأحمر؟ لأنه يمتلك طولا موجيا أعلى هذا الألوان إذا نزلت في الماء تنعكس خصائصها تنعكس ماذا؟ خصائصها فأول ما يحدث أن يمتص الطول الموجي للألوان فأول الألوان انتصاصا للطول الموجي يضيع الموجة الطول الموجي له هو اللون ماذا؟ اللون الأحمر فهذا اللون الأحمر يتلاشى في الماء أولا هو أول الألوان يضيع إذا نزل في الماء هو طويل إذا كان في الهواء الطلق لكن إذا جاء في الماء فإن اللون الأحمر هو أول الألوان تلاشيا فلو أن غواصا الآن سنشاهد إذا أمكن تأملوا فلو أن غواص انظروا هنا الآن مثلا رد اللون الأحمر يتلاشى عند عمق عشرين متر أورنج البرتقالي هذا يتلاشى عند عمق ثلاثين متر اللون الأصفر يتلاشى عند عمق خمسين متر يتلاشى عند عمق كم؟ مئة متر فلو أن غواصا جرح لو هناك دم جرح مثلا واحد يغوص وانت تسبح حدث لك جرح ثم نزلت في البحر فأنت تنزل عشر متر ترى لون الدم أحمر عشرين متر أحمر لا إذا وصلت عشرين متر ترى اللون قد تحول من الأحمر إلى اللون الأسود هو لم يتغير هو لم يتحول لكن عينك أنت تراه أسود واضح هذا هو لم يحدث له تغير لكن العين لا تستطيع أن ترى له بعد هذا المسافة إلا أنه تظن أنه تغير تظن أنه تحول أسود ولم يتحول لكن عينك تراه لون أسود واضح هذا الكلام؟ لو أن عندك حبة برتقال ونزلت بها في الماء فنزلت متر مترين خمسة متر عشر متر ترى لونها برتقالي نفس اللون فإذا وصلت إلى ثلاثين متر كيف ترى لون البرتقال أسود فمتى تكونت ظلمة اللون الأسود عند عمق كم؟ ثلاثين متر اللون الأخضر تأخذ شجرة وصل شجرة وتنزل بها في الماء عشر متر عشرين متر ثلاثين متر أربعين متر لونها أخضر فإذا وصلت إلى مئة متر كيف ترى الأوراق؟ أسود فيمتص اللون عند الأخضر عند عمق مئة متر النيلي والبنفسجي نفس الشيء يتلاشيان عند عمق مئة وخمسين متر واضح هذا يا إخوة؟ آخر الألوان من ألوان الطيف السبعة صمودا وبقاءا هو يتناقص السبعة بالتدريج آخر شيء ينتهي ويصمد معك إلى عمق مئتين متر هو اللون الأزرق واضح؟ ولذلك نحن نرى البحر بلون أزرق لأن البحر يعكس آخر الألوان صمودا واضح هذا؟ البحر يعكس اللون الأخير الذي يصمد معه وهو اللون الأزرق واضح هذا؟ مفهومي لهنا؟ طيب الآن هم يقولون فلا تضحكوا علينا أن سبب الظلام هو الموج الداخلي والموج السطحي والسحاب لدينا ألوان تتلاشى بالتدريج واضح؟ واضح هذا؟ واضح هذا؟ ولدينا معلومات حديثة كلام كلب الأول صحيح لكن لدينا معلومات حديثة ألا يذكركم هذا بما كنا نتناقش فيه في الصباح؟ وقلنا ماذا نصنع إذا جاءت لنا حقيقة علمية؟ وقلنا قال الله كذا ثم جاءت معلومات حديثة تذكروا هذا المسألة أو لا؟ تذكروا المسألة الصباح؟ وقلنا كيف نصنع في هذه الحالة؟ أليس هذا واحد منها؟ معلومات السابقة أن سبب الظلام في البحار هي الموج الداخلي والموج السطحي والسحاب وأن هذه حواجز تمنع الضوء من الوصول ثم تطورت المعلومات قالوا الأول كلام صحيح ونحن نقول قال الله فيه أو كظلمات في بحر اللجي لكن الجديد في القضية هو أن هذه البحار تحدث فيها الظلمات بسبب تلاشي الألوان وامتصاصها بالتدريج فماذا نصنع في هذه الحالة؟ هذه حقيقة علمية من يجيب على هذا؟ والجواب حتى لا نطيل عليكم لا ندري كم بقي بالوقت نصف ساعة نريد المناقشات فالجواب على هذا هو قال الله تعالى أو كظلمات أو كظلمات وظلمات في لغة العرب جمع قلة ظلمات في لغة العرب ماذا؟ جمع قلة وجمع القلة يبدأ من ثلاثة إلى عشرة واضح؟ جمع القلة في اللغة العربية يبدأ من كم إلى كم؟ من ثلاثة إلى عشرة فإذا كانت مفرد تقول ظلمة إذا كانت مثلنا تقول ظلمتان لكن إذا دخلت في الجمع جمع القلة فإنك تقول ثلاث ماذا؟ ظلمات أربع ظلمات خمس ظلمات انتبهوا معي ركزوا جمع القلة يبدأ من ثلاثة إلى عشرة جمع الكثرة يبدأ بعد العاشرة ثلاث ظلمات أربع ظلمات خمس ظلمات ست ظلمات سبع ظلمات ثمان ها فمن ماذا؟ ظلمات تسع ظلمات عشر أحد عشر ظلمة أحد عشر ظلمة فإذا من رقم كم إلى رقم كم جمع القلة؟ من ثلاثة إلى عشرة لكن إحدى عشر وأنت ذاهب هذا يبدأ جمع كثرة فتغيرت فتقول عشر ظلمات أحد عشر ظلمة ظلمة جمع كثرة صارت الآن واضح؟ قوله تعالى أو كظلمات جمع قلة أم لا جمع كثرة؟ جمع قلة والقلة يبدأ من كم إلى كم؟ من ثلاثة إلى عشرة الآن لو قلنا أن سبب الظلمات هذه التي هي جمع قلة أن سبب الظلمات في البحار هي الموجة السطحي والموجة الداخلي والسحاب فكم عددها؟ ثلاثة والثلاثة يناسبها كلمة ماذا؟ ثلاث ماذا؟ ظلمات أم لا ظلمة؟ ثلاث ظلمات يناسبها جمع القلة وإن قلنا لا سبب الظلام هي الألوان السبعة فالألوان السبعة جمع قلة أم لا جمع كثرة؟ يناسبها كلمة ماذا؟ ظلمات فأنت تقول ثلاث ظلمات أربع ظلمات خمس ظلمات ست ظلمات سبع ماذا ظلمات فناسبها كلمة ظلمات ولا لا يناسبها ولا ما يناسبها يناسبها وإذا قلت لا المقصود الموجة الداخلي والموجة السطحي والسحاب هنا ثلاثة زائد الألوان السبعة كم المجموع عشرة والعشرة جمع قلة أو جمع كثرة تجمع كثرة يناسبها ظلمات فأينما اتجهت تجد اللفظ القرآنية تحاصرك من كل الاتجاهات فمن أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الأسرار ومن أعلمه بهذه التفاصيل العلمية على مستوى الإشعاعات الدقيقة قبل 1400 عام وفي أي كلية فيزيائية ضوئية وتخصصات ضوئية درس النبي الأمي إنه السر الذي أتاه من عند الله قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض أو كظلمات في بحر لجي فالظلمات تشمل الموج الداخلي والسحاب والسطحي والظلمات تشمل الألوان إذا قلتم الألوان والظلمات تشمل الأمواج والألوان معا فهي جمع قلة في كل الأحوال واضح يا إخوة؟ واضح أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد كاد في لغة العرب تعني فعل من أفعال المقاربة كاد فتقول كدت أسقط يعني قاربة فقط لم يسقط أحسنت كاد أي قاربة كدت أنتهي لم أنتهي لكن قاربت لكن فعل المقاربة فعل المقاربة كاد إذا نفي بأداة نفي لم فإنه يفيد حتى عدم المقاربة فأنت تنفي حتى المقاربة مثلا لو أنني سألت أحدكم سؤالا فواحد أجاب جواب قريب من الحقيقة فأقول له كدت تصل كدت تجيب واضح لكن إلى واحد أجاب جواب بعيد بعيد حتى القرب ما قرب فأقول لم تكد تجيب لم تكد حتى القرب لم تقرب ورح هذا لم تقرب أي حتى القرب تأملوا كيف الله تعالى ينفي إمكانية الرؤية حتى لليد حتى لقرب الرؤية لا تحدث إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أي أنكم أيها الكفار مهما كانت ثقافتكم ومهما كانت قدراتكم العقلية فمهما كانت عبقريتكم في معرفة الحق فإنك أيها الإنسان بدون نور الله وهدايته فإنك لا يمكن أن تصل إلى حتى لا يمكن أن تكترب حتى قربا من الحقيقة والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور من الذي يعطيه؟ من الذي يمنحه؟ من الذي يضيء له حياته؟ ما أبأس حياته؟ هو في ظلام وإن ظن أنه على خير هو في فحش ووحشة وإن ظن أنه في سرور وحبور ونعيم إن الإسلام جاء ليعطينا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم نعم طيب الآن نقف عند هذه النقطة لنترك استفسار أو استفهام حتى ننتقل إلى النقطة الأخيرة نحن الآن وصلنا في منتصف البحر جينا من سطحه وذكرنا الأمواج ووصلنا الآن في المنتصف سننزل الآن إلى الأعماق إن شاء الله فسأترك مجالاً للاستفسار أو للاستفهام عندكم نعم فضل أحسنت أخونا الحبيب يقول كنت تقول أنه ماذا نصنع إذا وجدنا حقيقة علمية حقيقة وليس نظرية حقيقة علمية تطابقت مع النص القرآني كما تطابق معنا قوله تعالى أوك ظلمات في بحر لجي مع الموج الداخلي والموج السطحي والسحاب أليس كذلك؟ ثم تبين لنا أننا اكتشاف جديد لا يلغي الأول لكنه أضاف شيئاً جديداً والجواب في هذه الحالة ننظر إلى النص نفسه فإن النص نفسه سيستوعب ما تضيفه الحقائق العلمية عليه مثل هذه الآية استوعبت ما أضافت أو لم تستوعب؟ استوعبت قضية الألوان أو لم تستوعب؟ هذا الدور أن تبحث عن النظر في النص فستجده يستوعب يستوعب الإضافات السليمة والدقيقة التي أضيفت للحقيقة العلمية إن كانت الإضافات حقائق وليست نظريات راضح؟ راضح؟ نعم طبعاً 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 والأمر الثاني أنا أفكير بأن يعني على القرآن مهما نزلت الأعراض فلا أهد إن صح تقبير يجوز أن يتينه التمثيل والتشفيل مناسب للأعراض فقط لكن التمثيل لمن عاش في الضارة أحسنت صحيح صحيح حتى اليوم حتى اليوم يوم نهل يعني المعارض وحيد يوم التمثيل حتى نعم صحيح أنا فقط أردت بهذا أن أقول لك أن العرب لم تكن تستوعب قضايا الأمواج الداخلية حتى غير العرب إلى فترة قريبة لكن العربي كان يفهم السراب ويأتي به في أشعاره وفي قصائده وفي كلماته معروفة فلماذا ربنا أتى بمثال وغاير بينهما ليريد أن يقول لك هذا بيدك وهذا لمن لديه فهم آخر أو لديه طلاع بعلوم البحار فإن عندنا قضية أخرى واضح هذا؟ فهذا الذي أردت أن أقوله ولكن المفسرون ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم من الآئمة ستجدهم عندما وقفوا عند هذا النص كأنهم داخل غواصات بحرية ويدرسون البحر بتفاصيله واضح هذا؟ فلا يظن أحد عندما نتحدث عن الإعجاز العلمي أننا نقول أن أولئك لم يفهموا الذي هم المسلمون لا وألف لا بل كل كلمة علمية حديثة قد فهموها فهما والجديد عندنا أننا شاهدناها مشاهدة واضح هذا؟ فاجتمع بالنسبة لنا قامت علينا الحجة هم آمنوا بفهمهم ونحن آمنا لما شاهدنا زاد إيماننا لما شاهدنا أما هم فكانوا عندهم الصورة واضحة فلو تنظر ما يقول ابن عباس عن ظلمات البحر تقول هذا لا يصف من وسط الصحراء وإنما يصف من داخل غواصة بحرية حديثة يتكلموا بدقة لأنهم عرب أقحاح يفهمون دلالة العربية بدقة ويعرفون التصوير بدقة والقرآن نزل وهو يعلم ربنا أنهم سيفهموه وقد فهبوه أرقى الفهم أجلها ولا يستطي أحد أن يأتي بفهم أعظم من فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهي أر أقوى الحبال وأوثقها وهم أكثر الناس صلة بالوحي وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإعجاز العلمي جاء يؤكد أن أفهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي أدق الفهم بدليل أن ما فهمه السابقون هو عين الحقيقة التي وصل إليها العلم الحديث يا إخوة أنا كنت أنا والشيخ فوزي الله يحفظه نتكلم قبل أظن البارحة في مسألة عجيبة عجيبة تسمعون عن ما يسمى بالشفرة الوراثية دي ناية هذا الذي هو سر الحياة الدي ناية هذا هو يسمونه سر الحياة الشفرة الوراثية دي ناية هذا سر الحياة هو السر في نبات الإنسان والسر في نبات الحيوان والسر في نبات النباتات السر في نبات النباتات وهو السر في نبات البكتيريا ماذا يعني نباتها؟ يعني وجودها والله أنبتكم من الأرض نباتة فالسر في نباتك هو الديناي طبعاً بعد الله لا شك لكن نتكلم عنه من ناحية العلمية فبداية نباتك أنت هو الديناي وبداية نبات الإنسان الديناي وبداية نبات الحيوان الديناي وبداية نبات البكتيريا الذي أنبت البكتيريا يعني عندما نقول نباتك أي الذي أنبتك وبداية نبات أي الذي أنبت نبات النبات هو الديناي واضح هذا إذا قرأت قول الله والله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به أي بالماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء نخرج منه فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه أي من الخضر حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من نخيل وأعناب انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه فلو شليت والله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء شيل كلمة نبات وحط بدالها DNA فسيكون المعنى حط بدل الكلمة فأخرجنا به نبات 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 كل شيء شيله وحط بدل نبات كل شيء DNA إيج كون المعنى إذن؟ والله أنزل من السماء ماء في غير القرآن طبعا في غير القرآن في التفسير والله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به الـ DNA نخرج منه خضرا الكرولوفيل نخرج منه حبا متراكذا إلى نهاية الآية أتدرون من يقول بهذا الكلام؟ الإمام ابن جرير الطبري ابن جرير الطبري في التفسير يتكلم ويقول إن قلنا أن معنى قوله تعالى فأخرجنا به نبات كل شيء هي النباتات والثمار فإن هذا مذهب يعني يصح لكن الأول أصح لأنه قال فأخرجنا به ما ينبت به كل شيء ويقوم عليه ما ينبت به كل شيء ويقوم عليه ابن كثير رحمه الله يقول هذا أين أنبتنا به؟ قال مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي إذن يتحدثون عن ماذا؟ عن الدين عن سر الحياة ولكن المصطلح مختلف بس المصطلح مختلف فقط واضح هذا يا إخواني؟ وهذا فيها السبقة إذن نعود مرة ثانية خلوكم مركبين الغواصات خلوكم داخل الغواصات حتى ننزل إلى أعماق البحار هنا لاحظوا هذه النيران تشاهدوها هذا نار على سطح البحر واضح عندكم؟ هذا نار هائلة في سطح البحر قاموا بدراسة هذه النيران فوجدوا أنها تنبع من قعر البحر من قعر البحر من كان يتصور أن هناك نار يمكن أن تصمد أمام بحر وأنها لا تقف فتضرب الموج الداخلي والسطحي بل تخرج للفضاء الخارجي كما تشاهدون نيران في قعر البحار نعم في قعر البحار وفي قعر المحيطات كما تشاهدون هذا شكل يبين الصدوع في قعر البحار والمحيطات التي تضرب هنا الشقوق الموجودة في أعماق البحار تخرج منها نيران هائلة لاحظوا هذه أشكال لنيران هائلة تخرج من قعر البحار لأن باطن الأرض لو تخيلنا أننا شققناها فسنجدها عبارة عن ماذا؟ ملتهبة ملتهبة نار باطن الأرض ملتهبة وكذلك قعر البحر تحت القعر يوجد ماذا؟ يوجد نيران لم يكن ذلك معروفاً ومألوفاً عند العرب ولا كيفية وأنها عبارة عن دوامات نارية عندما تجد مناطق ضعف في القشرة الأرضية فإنها تضربها حتى ولو كان الذي أمامها بحر واضح هذا؟ ربنا جل وعلا يذكر هذه الحقيقة قبل ألف وأربعمائة عام ويشرح من أين مصادر هذه البحار هم قالوا أخيراً توجد بحار أخرى كلها تحت البحار المائية الموجودة الآن في البحار العالم يوجد بحار أخرى كلها من نار بحار أخرى كلها ماذا؟ نيران ربنا أقسم بهذه البحار في كتابه الكريم فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور سمي البحر مسجوراً أي المحترق الذي يشتعل ويسجر ولذلك عاذنا الله وإياكم سميت هذه المصيبة اللفافة من الورق الذي تحترق السجارة سموها سجارة لماذا؟ لأنها تسجر تحترق والله تعالى يقول ثم هم في النار يسجرون ما معنى يسجرون؟ يحرقون ويحترقون فيها وهنا قال والبحر المسجور والبحر المسجور واضح؟ أكسم الله به الآن أيها الأحبة عندما تحدثنا عن علم الأرصاد الجوية هل كان هدف القرآن أن يقرر الحقائق العلمية أو يريد أن ينقلنا من الشهادة إلى الغيب من الشهادة إلى الغيب فعندما تحدث عن السحاب في علم الأرصاد الجوية ماذا قال؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرب بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك كذلك نخرج الموتى فصار علم الأرصاد الجوية دليل علمي مشاهد من أدلة البعث والنسور أليس كذلك؟ وعندما تحدثنا عن علم الأجنة قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفا في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة فاستدل على البعث بعلم الطب فجعل علم الطب بدليلا من أدلة البعث والنسور أليس كذلك؟ وعندما تحدثنا عن السحاب المعصر قال في آخر المعصر وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجة لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا دليل علمي مشاهد من أدلة البعث والنسور وهنا تحدثنا عن علم البحار فهل علم البحار سيختم معنا بأن يجعلها دليل علمي مشاهد من أدلة البعث والنسور؟ لقد ترسنا البحر من سطحه إلى قعره أليس كذلك؟ فلما وصلنا إلى القعر إلى بنا نتفاجأ بعد أن استدرجنا ربنا من سطحه إلى وسطه إلى قعره إذا به يحول علم البحار بليل على البعث والنسور بعد أن ذكر السطح وما فيه وذكر الأمواج الداخلية وما فيها ذكر القعر فقال والبحر المسجور اكملوا إن عذاب ربك لواقع فنقلنا من الشهادة إلى أين؟ إلى الغيب وجعل علوم البحار دليل علمي مشاهد من أدلة البعث والنسور والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة والذي لا يحلف إلا به كما أننا اليوم وقبلها من الأيام شاهدنا صدق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم في سنته والقرآن في كتابه سيأتي اليوم الذي نشاهد الجنة كما وصفها القرآن الكريم وسنشاهد أهل النار في النار كما وصف القرآن الكريم وحينها سينادي أهل الجنة أهل النار بنداء يسمعونهم قائلين ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قفوا عندها حقا هل يعني ذلك أنهم كانوا في شك في الدنيا؟ لماذا يقولون وجدنا الحق حق وجدنا كلام الله حق هل كانوا في شك؟ أحسنت زاك الله خير لأنهم رأوا ذلك بأعينهم رأوا ذلك حقا هم آمنوا به لأن العلم ثلاثة علم اليقين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فعين اليقين أن أقول لك هذه ما هذا يسمى ماذا؟ عين اليقين علم اليقين أقول لك هنا هنا عندي ماء عندي ماء ولا أريك يوجد لدي ماء فهذا يسمى علم اليقين وأقول لك وهذا الماء فيسمى عين اليقين عينك رأته فإذا قلت لك افتح واشرب ففتحت وشربت فهذا يسمى حق اليقين فهأهل الجنة في الجنة رأوا القرآن وعامنوا به علم يقين وعين يقين رأوا الآيات لكنهم الآن دخلوا إلى الجنة فعاشوا فيها فصار بالنسبة لهم حق اليقين قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتبوا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها سترى عين اليقين فلما دخل أهل الجنة في الجنة قالوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فنسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الذين ينعمون بما فيها من خير ونعيم وهنا نكون قد انتهينا من علم البحار وإذا أذنت لي يا شيخ ببعض دقائق للاستفسار والاستفهم والاستنكار تفضلوا خمس دقائق قالوا الشيخ نعم سؤال هذا الذي أقول الله تعالى قد جعل فيها هذه القدرة الكبرى فلديها دفع هائل لا تؤثر حتى الماء في إطفائها تنطفئ بعد حين لكنها قوية وصمدت دليل على شدة الضغط الداخلي الموجود في باطن الأرض وشدة الحرارة الشديدة الموجودة ولذلك تأملوا هذه الصورة التقريبية للأرض وأن داخلها عبارة عن دوامات هذه الدوامات يذكركم بقول الله تضارك وتعالى أم أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي قال سلف الأمة أي تضطرب وتتحرك تضطرب وتهيج وتتحرك وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن شابا كان يمشي متبخترا في ثيابه يعني مغرور بما عندها كان يمشي متبخترا في ثيابه يجرها خيلا فخصف الله به فإذا هو في باطن الأرض يتجلجل فيها إلى قيام الساعة يتجلجل يعني يضطرب يضطرب ويتحرك نعم لاحظوا هذه حركات الترابية والدوامة الصهير الموجود في هذه البراكين يبقى معكم أيها الأحبة أن تنظروا إلى هذه الصورة الأولى وهي ماذا نتج عن الدوامات البحرية النار في أعماق البحر هي تباعد القارات وتشققت هذا القشرة الأرضية ماذا حدث لها؟ تشقق وربنا جل وعلا يقرر هذه الحقيقة فيقول والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع أي الصدوع هي الشقوق والتشققات الذي تحدث فيها وهذه صور ملتقطة بالأقمار الصناعية لمناطق الشقوق البحرية التي تم رصدها وهذه النيران قادمة من أعماق البحار كما تشاهدون وهذه صور أيضا بأقمار الصناعية وهذه جزيرة كيلويه التي ما زالت لليوم وهي تخرج حمم منها بركانية ونيران موجودة في أعماق البحار وصدق الله العظيم حين قال والبحر المسجور إن عذاب ربك لو أعقل نعم فضل فضل موقعه كل هذه الصور الذي تشاهدها أنت تحدد أين التسجير في البحار مما يدل على أن معظم بحار العالم هي فوق فوهة بركان معظم بحار العالم موجودة فوق فوهة بركان وأن هذه الشكوك والسطوع اللي أنت تراها هي في أكثر من مكان في أكثر من بحار العالم موجودة فيها هذه الشكوك والسطوع نعم فضل أحسنت أحسنت نعم نعم هو يقول هناك سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا تركب البحر إلا حاجا أو غازيا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا هذا الحديث معناه صحيح لكن فيه علة حديثية كما قررها علماء الحديث وهو أن فيه انقطاع في سنده فحكم عليه بالضعف ولذلك لدينا غدية عن هذا الحديث الضعيف لكن يستأنس به لوجود ما يقويه من آيات قرآنية ولذلك ركوب البحر لغير حاجة كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه مخاطرة وقد وجد مثل هذا إلا لحاجة والمقصود إلا لحاجة الناس راضح هذا؟ نعم هذا بحث آخر وهو صحيح هذا الكلام لابن عباس قال في الأرض السابعة سجيد يتكلم عن سجين أين موقع سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدرك ما عليون كتاب مرقوم وفي سجين قال كلا إن كتاب الفجار لفي سجين فقال ابن عباس في الأرض السابعة في الأرض السابعة فهل سجين تعتبر هي الأرض السابعة هذه تعتبر من ذلك؟ هل أولا يحمل كلاب بن عباس إما على حقيقته دراية منه وإما أن الأرض هذه هي في الأرض السابعة هل السابعة في يومنا أو السابعة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار نعم طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر